السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصة وحكايات والمغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ندعوكم انكم ديروا جيم ديروا كومنطاق تبارتجي بالقناة. اتبعوا معي مزيان هذه الحلقة لانها حلقة متشعبة ومتشابكة وفيها تحريات الدرك الملكي. وفيها شلاجب. ما علينا نبدأ الحلقة قديلنا دي اليوم. حلقتنا اليوم سيدنا الكرام غامده مع واحدة البنت كالاسم ينا غيزلان في عمارة 30 عام. كانت نحادر من واحد الدوار او لواحد الفيلاج ببنت عائلة متوسطة عند ابوها امها اخوتها اخوتاتها. غيزلان عندها 30 عام. حقيقة الانسان اللي قداره مع زوجه وولده ولكن هذا مكتاب ما عندنا نديره. احتى واحد النهار جغت فاوحة الولد او لواحد الشاب. في عمره تقريب هذك موهم سو 30-38 عام. الاسم دياله مبارك. مبارك موهم عجباته غيزلان لان غيزلان اصلا كانت ابنت زوينة بسف. اخطابها ووافقوا العائلة ديالها ووافقتها بطبيد الحال. نسرع الخطأ اللي احتجاد نوصله انهار العرس. اللي هو اللي يهم نفاذ الحلقة ديالين ديالي اليوم. انهار العرس والعرس غيزلان عند العائلات غيزلان. العائلات غيزلان وغيزلان وبنت عمها وبنات خالها وكذا وكل شي. حضر سماء وطيابة وكوافورة. والعائلة عمبارك جاءت تاهيهيو ومبارك. العريس ديالنا في الليلة هذي. جاءوا للدار. ولكن هنه اشنو غيزلان. هنه غيزلان تاوحن القرقار. هنه غيزلان اللي يسول على غيزلان كانت هنا كانت مع ذوا مرة كانت الكوافورة كانت هنا كانت هنا. فينا هو العلم. غمر لا راحت را. لا يوجد ان يوجد اوى. في الان خرجات الله علم. في اين أخبار الان خرجات الله علم. ما كون انها مشارت معه تأوى وكانت ما اعرف. المهم بقى وكى قلبه. يقلبه ويدوره ويدوره هنا ويدوره هنا. تخاصب ان كتعلي سرائيلة وما بأبوها المهم نوضر وينه فمما. ويمته اللي قلبه وصوبه. وكيف ترس بقيته الدار ؟ وكيف سوف يقرأ هنا كيف سوف يقرأ ؟ مشارط غازل ، يعني بعض الغيزلين هو و العريس يدعم لهم عند دراكم الملكي اختيفاء الغيزلين المفاجئة كيف سوف ترسل همه يجب الترسل المفاجئة يجب ان تختيفها في نهار الأعز لا يمكن هذه حالة اختيفاءة تكون ربما لا يجب ان يجب ان يساولون بحث صغلوا الكرافور اللي كانت تصويب لأشعرها قلت لما سيدنا كانت في البيت كانت تصويب لأشعرها واحد لحد اخر جيت ما لقيته صغلوا الطيابة قلت لما أنا في الكوزين أنا بريد علام صغلوا بنات عمها أولاد عمها أولاد خالها أولاد خالها صغلوا عائلتها ووالو كل واحد ما يقول كانت دايزة من حدايمة هنا دوات معهد البنت في نايل الله أعلم نحن معرفة العريز قلت لما أنا أصلا مشتاش اللي حتى قلوا يبدأ البنت ما كيناش ورواينا هذي في مشاية البنت هذي عاملية اختطاف شي واحد اختطافها نهار العرص ديالها صح يجندوا قريجا لدارك وخرجوا كقلوا بسولوا هنا 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 أولا غبرنا على الأعطر صح في نهاية المطاف داروا بحث لفاية عائلة على أساس أن هذه البنت هذي راح غابر جاء الأعطر ولكن هذي هنا جزار مياه ما مستسلموش لماذا؟ أنه بقوا كيبحتوا قالوا هذه القادية غريبة شيئا كيفاش البنت تغبر بها الطريقة شي واحد اختطافها ونهار يدير فاشف على خيبة أو يقتلها أو يشوف شاتفية حسابات هذه أو يسولوا 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 يحتجى لهم الأبدي الغيزلان أنه عنده عداوة مع واحد السيد كيفاش العداوة؟ أعرك اليد بوات غيزلان كما قلنا هو من طبقة المتوسطة في بداية الحلقة كان كبير يشري في الدور ليس شيء مستولي وكبير بزيار كان يشري واحد البقعة ويبنيها يتشارك مع الشيء واحد ويقسموا الأرباح من بعد ما يبيعوها هذا الشيء الذي كان كان صادق في هذا البوات غيزلان كان يتشارك معها في الأعمال التجارية وهو واحد نارجة عنده قال لي أوروب الأحرى هو البوات غيزلان هو المشاين الأخر قال لي راكينا واحد البقعة وهوتها وكذا كذا كان يتشارك مع الشيء قال لي قال لي أنا ما عنديش هذا البوات غيزلان كهتر قال لي أنا ما عنديش قال لي صافي بش هذا البقعة قال لي بستين مليون قال لي صافينا نخلصها وتو كان نتمنى وكذا ونبيعوها نخصمه جامع الأرباح ومصاريف ونفاري وأمور نحن نعرفه بعديه نغير اليوم نحن نرخوت فتبأ لأنه عبدا لأنه لم اعرفت عن تفعله قال لي قسم جهد و لكني لا تنبذي اسمتهم قال لولاده وقال للمدير نشريت واحد البقعة ب 60 مليون وكسبها بقعة غيزلين ذاك الراجل فالله مات صافي مات قال لنا شنو ردي وقع كممه جاءوا ولاده جاءوا عند بابات غيزلين قالوا يشوف دولي الله يرحمه ركالنا ويشارك معك وحقيقة سنو كان كتير بيك ودباله مات كممكت عليه وقال لنا رحمه قال لي اترجع لنا هذك المبلغ تاع 60 مليون قال لي اترجع لنا هذك البقعة او لبيعها وخوذك الشيخ سرتي لها المهم رجلين حقنا 60 مليون ذا اليوم هذك موالو هذك مواطع هذك مواطع هذك مواطع هذك مواطع هذك مواطع هذك مواطع سيرو جريو طوالكم احنا يا صافي يخرج لانيشان هذك بواز غيزلين بانه ما معقلش لهم نكرهم جميع طوال كبر كرشولة على 60 مليون هذك مواطع هذك كبيرا هذك نشارك قلوا لي واشتكدوا منيسي قلوا لي مؤمنيتي انرى ما عندكم عندي اتش حاجة سيرونا محكاة من قدامكم قلوا لي شوف لنرى ما نعرفوا محكاة ما لاتش حاجة هذك مواطع هذك مواطع هذك 6 مليون هتعطيفها إما والدك أو لابنتك أو لانتا موهم هذوه نبوض معاهم واحدة نظارب كبيرة وكذا وصافي ومشاوف حالاتهم من الذين أعرفوا هذه القصة الجدرمية قالوا ما فيه هذا الأخو سيدق وهم الذين يتعاقبوا من هذا البيت خطفوا لبنته أعلم الله فين دائرينه خاطفينها قاتلينها الله أعلم جاءوا عندهم جابوا كانوا ربعا جاءوا ومستفسروا منهم قالوا حقيقة حنايا الوليد كان شريك معه ولكن من الذين مات لنرحمه مشينا عدوه لنطاربه بالحق ديالنا نكره الجبنة وطواح يعني لم يكن لدينا شيئا صعب هددناه وحنا حقيقة نحن نطلع لنهدم كل شيء ولكن هدغيز لنا البنت قلبوا عليهم والدوار وهو بوهنيت ونحن لم يكن لدينا شيئا هنا جدرمية دخلوا لديورهم كاملين دخلوا فيهم دخلوا هنا دخلوا هنا لا تكون البنت مخطوفة ومروضة ولا شيئا جاءوا يصغلوا في نهار العرس أو العائلة اللي كانت حضرة نهار العرس صغلهم كامل وشفتوا فلان 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 يعني العائلة هدو هدو اللي مصارت انهم اخوانهم غيز لان تواحد مشاههم يعني مكانوا وشنار العرس ومدارو الشماء وتواحد ملمحهم ولو شو واحد ملمحهم غير من بعيد يعني كانت شوما غتشتين يبصر ولكن تواحد ملمحهم وجاءوا بالبرهان بالدليل انه هذا النهار اللي كان طاري في الأرس هذه الليلة كانوا هما كل واحد فشغاله كل واحد فشغاله يعني هما يطلقوهم جادرمي لذلك ما عندهم شي داليل ضدهم هما مشكوا كل أمر ديالهم ولكن ما كانت شي داليل تدينهم أول شي حاجة شي حاجة كتبية للجادرمي بأنهم رهمهم مليل فعلها خونوا البنت أو خطفوها انتقاما من ببوها ولو ما لقاوا عليهم شي حاجة ولو ان ببوات غيز لان يقول لي ما ودراه ومالي غاد يكون الدولية بنتي هم اللي خطفوها انتقرهم فارزقهم بهم دا بعاد يقول لك اعطار بنا وانتقرهم فارزقهم بهم وعطار بشحال هذي يعطيهم ارزقهم ما علينا فنبقى البحث جاري على هاد غيزلين هذي كما قلنا داروا بحث لباية تعيله والبحث راه خدام والراجل راه صافي يعني العريس صافي عمشي يقلب راسه يجي اخر وصافي ما هي هنا سوف نقوم تقريبا خمسة عشر يوم خمسة عشر يوم وهو قوعد الاختفاء المهاجئ لذي بنت هذي وفي واحد دوار اخر ما هي دوار هو منطقة جاسة قريبا للشانطة التي تهبط ديلكتورمو والاشارة لم تكن بعيدة عليهم لهم لتجميع مسافة تقريبه بعيدة ومكك هنا ماذا سوف نقرح هنا هنا وهو مول تراكتور. مول هذي البلاد نيت اللي يفلح فيها. عنده الدارتب. عنده هذيك البلاد كاملة. و عنده البلاد اللي كتقطع الشانطي تاية دياله. المهم الصيد كيف يفلح على راسه. كي يقلب الارض. كانت لوقت تاعة تقلب الارض. المهم غادي 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 بالتراكتور دياله. يجب أن يمحشي شي حاجة. شنية بنت طائحة تماية. بنت في حالة يرتع لها. بنت في وضعية مخلة. يعني واحد البشاعة متعال منظر. هباطمشها كي يلقاها جتاها ميدا عها. شنو يدير. تخلى عها. سوف يخلى كل شي كي ما هو هذيك. يديرها بلاده. غايت سائلة لها. ومشاها نجدر مياه. جاء جدر مياه. جاءوا معاه. عاينوا جتاها على واحد البنت. هذي البنت هذي. في العشرينيات من العمر اديها. ومقتولها. يعني. بين واكل العصادية بالصح. وفو حد الوضع ليوا. مخل كي ما قلنا. هنا يا جدر مياه. علموا النيابة العامة. جاءت فرقة شرطة القضايا لجدر مياه. يعني لا بيجيز على جدر مياه. وجاءت فرقة شخص القضايا. وبدأ المعاينة الأولية. أول حاجة سهول وهذا كمورتدك سور. يعني أمو الأرض. قال لي موضي هناك نفلح الأرض. هذي. لحساب غادي دستنا البلاسة هذي. لحساب كسبل لي هذي البنت مرميه هنا. وهذه البنت كانت مرميه على مقروم الشانطي. بين أنه. شي واحد كان جاي. جاي من المدينة. او لا جاي من جهة اخرى. او شوف. علم الله. أرمعها. كان هذي شطاو مبيل او شي حاجر. أرمعها هنا. أولاد بالفرار. مزيان. قالوا لي هذي البنت كتعرفها. لأنه شافوا وجهها. قال لي ملا هذي البنت هذي ما عمرني مشها. وهذه ماشي بنت دوار وماشي بنت سطل منطقة كاملة. مزيان صافي ما شاف حالته. بعدما قيدوا الأقوال ديره. شافوا تمام ماشي مصرح الجريمة. غير مرميه الجثة ديالها. ما كنت اشها جواله. ليه دليل لا اعطر لهواله. الزهود دوار المستودع في هذه الأموات. كما قلنا كانت واحد حالة يورثي لها. كانوا ملابس مقطعين. يعني. ما عليناش يعني وضع مخل كما قلنا. وكانت مطعونة عدة طاعنات. وكانت مكرسة. بينها كانت كدابز او لا. شي واحد عطا عشي قتلى دياله. صاحه ليش عاجر مهم. كانت مكرسة البنت مزيان. هنا يجب دارمي يحاول انهم يتوصلوا الهوالي للبنت هذي. ولكن للأسف الشديد ما قدروش علاش. لان البصمات ما مطلعوش في النظم الآلي. يا اما هذي البنت هذي ما داشت لكارت ما عمارة ديرتها. او لا شوف علمه ينضله. وفي غالب الأحيان رهما ديراش لكارت. لان البصمات ما دقروش النظم الآلي. مثل. هنا يخصون معرفو اشكونا. داروا له واحد الصورة. وموهم داروا في حق وحي المذكرة تاع البحث. يعني شكل مضرع لشي بنت. شي واحد ماشي له مراته. اخته. بنته. يعني. عموه المذكرة لجميع مراكز الأمن. هنا يا طبيب الشرعي. مقلمة للبنت هذي. هذه البنت كانت من العالم موهم للايه دي. لبنات دي الجميع المسلمين. لايه دي الجميع. وتعرضات الدرب. واحد الدرب هو مبرح. تكاربسات. شي واحد كان عتاد عليها. ضربها وكذا كذا. عاد قتلوها. مزيان. هنا صافي. مراهد المذكرة لجميع البحث. ومراهد التقنابي للبوليس حق البنت هذي. هنا قد وصل الخبار. قد وصل العائلتها غيزلان. غيزلان قالوا. لان حداهم تقريبا ماشي بعيد بزاف. هذه البلاثة من تلقات الجبتة. عارفوا بانه واحد اللي بانتلقات مكتولة. احنا يا مهنا يا. جادر ميا جاو. جاو كما العادة يدير الخدمة دي. وقالوا ليه موضي الله معانا. شوفوا تعرفوا على هذه البنت هذي. تقدر تكون بنتكم. الله أعلم. المهم شدوا على قلوبهم هذوك الناس. يعني العائلة. وتار راجلة. ذاك الراجلة كان بغي تزوج بها. ذاك مبارك. امشاو. امشاو المساودة على بلدي الأموت. دخلوا قلبوا. ولكن هنا يتفاجئ المفاجئة على الكبرى. انها ماشي بنتهم. ماشي هي غيزلان. هنا يرساحوا شوية العائلة. قالوا الحمد لله. ماشي هي بنتنا. كين واحد الامل انها ما زال حية. ارجعوا. حالتهم. اذا بدأت البنت شكونية. سنجعلوا العائلة تغيزلان. وراجلها. ونكملوا التحقيقات. ساعد البنت شكونية. المهم كما قلنا. داروا حقا واحد المذكيرتها. يعني علقوا الصور ديالها. وفي جميع المقاطعات. وقيادات. ومراكيز الامن. شكل عنده شي بنت مختلف فيها. يقلب ليها. يجي. يلساحق المركز الدارة. كيفلان فلان. ويشوف. مزيان. هنا في واحد القيادة. في واحد دوار. كان بعيد بزار للباسة. في انتلقات الجثة. تعال البنت هذه. في هذه القيادة. المقدم. مش عنده واحد العائلة. واحد المرأة. مش عندها. قال له. فلانا. وشتي بنتك اكرام. لقيته. ولماذا زال. قال له. لقيتها مولو. وقال له. هنا واحد البنت. فلانا. قال له. قبل أن نرى من اللغة جي كانت عيشة هي وراجلة وعندها زوج ابنت بنت كبيرة وبنت صغيرة البنت ما زال عنده الدابة ولكن البنت الكبيرة اسمتها إكرام كانت حربات من الدار وسباب الهروض دياله هو ببوها كان ببوها يضربها ويعنفها لا تخرجيش، لا تدريش، لا تفعليش، لا تتركيش لا تتضريش مع هادا، لا تشيش مع هادا سمسلكش خبار بشكل اي واحد قليش حاجة يجيك على قتل هذه الأساق دار رياسها يفاض بها الحساب الهضرة للأم ديرها وهربات خرجات بلا رجعة هي كد قوليه انتوا السباب وديما مشاكل وصداع أبيناتهم على ودد البنت هادي تقريبا هربانة من دارهم اشيار 4 سنين ويها غابر الآثر تاواح المعرفة هاتشي لاشي مقدم جاء عند المرهة مباشرة هي هذيك المرهة جمعة حويجة اللي بتجل اللوتها وغاتجي للدارك المالكي باش تسولهم هنا يجرات مع راجلة قلت لي والوغاتشي معي نشوفه بنتكات قدر تكون هي قلبيك يقول بانه هي اللي يستروها لاشي نخروه انتوا السباب قلية لله وبعدين مدنيه وانا مستوقيش وكاد هذه كلمات متبري منها خرجات الطوع ديالي قداتوا معا اجابتوا معا المركز على الظهرك المالكي السلام عليكم السلام قالوا لي ما وديها واحد البنت ارى تلقاتنا مقتولة قالوا لي ما ايها بصح نيس وحنا را مضرع لنا واحد البنت مباينا نشوفه وشي يوليها كبيرة البنت والبنت كديرها كفاعلة اللون ديالها كده 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 تقريبا جدار مياه عارفوا بان الاوصاف تقريبا رحية هنا جدار مياه وميثولو لان الطيب الشرعي ولي قال لي مقلموا بديها لبنت هاي وش فيتا ديرش كسيدها دير الحديد فرشليها وش حاجة كان يشاهوا بعضياتهم الراج المعامرة ايا سيدي را كان ديرها كسيدة ويا صغيرة وكان ديرو حد العملية دير الحديد مزيان انا عرفوا بانه هي لان الطيب الشرعي قال لي بان المعلومات صافي الزوم ودهم مسودع بلدي الامات دخلوا شايفوا البنت اعرفوا اهي هي بنتهم اكرام مقتولة يعني لما صغفات الراج صافي بغير كي خرج عينيه لله ما اعطاه ولله ما اخد صافي صبرهم جدار مياه ودهم يكملوا معهم اجراءات التقيق صافي ديبر اعرفنا الهوية تاعة البنت اكرام وفي عمرها 23 عام وفي عمرها 19 عام وفي عمرها كان ديرا لكارد مزيح ام هدا بغير تقول لي ملقي الساقة دياله اللي بنت اكرام وكما قلنا هو السبب على حساب هدراتها الام دياله هو السبب اللي حتى هربات من داع الخرجات و هربات ومشيت بلا ارجع ولكن قلت لي مودي انا عرفها انها مشيت على النورة النورة؟ نورة وهذه بنت دوار ساعد اكرام هذه وكبر منها بشوية خمس سنين واسس سنين وكان ساكنة في المدينة لا ساكنة في الدوار هي قبل ما تهرب قلت لها امها قلت لها انا غدا عند نورة لا تخافي لها موال غديم شهادة نورة بنت دوارنا وزالت في حالتها لانها تشهادة قلت له ما قبل ما تهرب صافي موشدات في الكساتعية ولكنها صافي سمت على الهرب نورة خاصة نجيبوا نورة صافي نورة اعرف العنوان لف الدوار في المدينة ما تقول لها المدينة؟ دخلوا عندها السلام السلام هنا موهم عيشة في ذاك العالم وصافي بلا ما نوضح اكثر هذه نورة هي ملي سولة على اكرام قلت لي اكرام تقريبا نورة نورة عام ما بقاش عيشة معايا في نجيت حقيقة هي ملي هربات ما عنده وديديها وجيت هنا جيت هنا عندي في المدينة جيت بقعت ساكنة معايا وعيشة معايا وعيشة معايا ولكننا تعرفت على واحد الولد الولد اسمه الوافي الوافي هو الولد المدينة هنا وهذه المدينة هذي الاشارة هي اللي قلناك تبعد على المنطقة غيزلان مشي عشرين كيلومتر أباح الماكاك أو الأقل قلت لي موضي لها تعرفت على الوافي واحد الولد الوافي نفي الحرفونيت ومؤخرا قلت لي أدري غريم شينسكن معايا عنده واحد الابارتوم وكان كاريه قلت لي غريم شينسكن معايا شديدة تعيز قلت لي رمخ التامش انك تسكني معاها ذاكخونة موجرية مشفار وكادة وداخت خارج الحبس ما علاقش ليك ولكن هي صمت وأبت إلا أن تسكن معايا صاف الأخير خليتها هي مستاقلة بحياتها نمشيت كانت لقع بها مرة مرة هنا هنا صاف وقال البوليس مع جدرمي لأن البوليس عندما دخلوا على الخط وتومايا غادي عاون جدرمي قلت لي وقلت لي وقلت لي أفهمت وقلت لي أول مرة تعرفت الخبر هذا قالت لي وقلت لي وقلت لي وقلت لي قلت لي وقلت لي هل الوافي فيك يسكن هذا الوافي هذا من بعد ما عرفوه جدرمي مع البوليس كيف عرفوا عليه؟ أصلاً هو عنده صوابة قضائية ومو جريم شفار ومدكرارين به ما حالت عن الناس وما حالت من الرق كي يستدعيه البوليس باش يواجهوه مع الشضاحية للصارقة لأنه كان معروف بالصارقات اعتداءات كي يقريسي عباد الله يقريسي البنات يحيليم سيكارهم ومحيليم تليفونات ومحيليم ذهبهم هذا الشي باش كان معروف هذا الوافي وكي عرفوه البوليس أيما معرفة المهم شاولي الدار ديالو الدار ديالو دخلوا ليها طيب الحال لقوه شما يعطي عقله داروا المينوت في البلاسة لأنه هذا ليس نوع الذي يحضره معه بالأداة ويحقه معه هذا واحد المعروف موحيان هذا خاصه على الصارق ما علينيش فأني يقول لي فين اكرام ما يدرسي لها عاليش قسلتها قلتها فاصل جريمة قل لي يا اكيد ما عندما دخلتني أنا لديك للمقسل تم نوال لم يبينه اكرام كانت كذلك والصادقة لي و لكن لم يبينه اكرام لها اكدت حولها غبرت لم يبيني لو نهار اكرام انا براسي غبرت لم يبيني لو نهار غبرت عيثما نبحث عنها عيثما نقلب عليها وثقلت على صاحبة نورا وقال لي لم أشيكون هنمري صوله نورا قلت لي لم يبيني مواله نحن هنم أخر سؤاله يقولني مجلسة تدوليك هنا وأنا عرف السيدة لم يكن في شيء إدولي ديها أعرف تصادي وساب كذب علي ولكن لم يتسبق لأن تقتلت الأمر و لم أن يكون أن يقفل للشافر مزيان هنا يدخل الدار في قلبها فهو لم يجب أن ترى يقلبه ، يقلبه ، يقلبه ماذا يلقاوه؟ يلقاه بزكة السكان ودهب ودهب بمختلف الأنواع والأصناف وكتبعوا مبالغماليا وكتبعوا الكارتات وكتبعوا الكارت ناسيونال وكتبعوا متعلقات شخصية مزيان هنا يوجد السيد وشفار من نوع مكان يجب عليكم محجوزات كاملة ومشاوه ولكن يجب أن يدخلوا البوليس لديهم مزيان ويجب أن يوميون لديهم خلخال خلخال إنه يمكن أن تكون أسعادة في فرجل على الخلخال حيث ذوين لديهم جدود لظهب ومشيئة به المرأة يجب أن يحطي موجود لا يجب أن يجب أن تلوني يجب أن يترك ربنا إلى نسيجا وكتبعوا بنا على يعاني التهيبات كاملة وموشيوه هنا سيبدأ على الناس الضحايا الذين كانوا نضيجها و ديكلاراو بشي واحد تعرض لهم في الطريق غريسا اوه و كده كده عيطوا لبزارة عيالات و كده كده كي اللي تعرف عليه هو نيترا غريسا هاش المرة و ليش حاجة كي اللي نسيت كان ضلمة و كانت الصباح ولا هي أصلا مقلوبة بفعل الصدمة تا الشفرة من عقلها شليه ولكن كي اللي تعرفت على دبليج كلي تعرفت على السنسلا كي اللي تعرفت على تليفونها كي اللي تعرفت على أذك شلي باقي لما اشي حاجة أخرى راه بيع و براك يبيع و كي يخليت من ماء كي يدوز الوقت غير بحل ماكا المهم اغلابيت هذك المسروقات تعرفوا اليوم و ما اليوم كل شي مشا بقى هذك الخلخيل هو لقى تاو مرة من هذو اللي جابوا ما تعرفت عليه تاو حدما كدقول بأنه رادية لي ورده هذك الخلخيل ورده النورة قلت لي تاو حدما كنت أعرفت على أذك إكرام ديره أولا ما كان عرفش مولحته في الصراحة يعني يعني صادقات تاو حدما كنت تعمر معه متما في ذلك اللي بار و ذك الشي و كده صحابات الثمناية قالوا لي لا الخلخيل لا لا ماشي دير إكرام يعني كل شي يجمع بأنه ماشي دير إكرام ولكن هنا هو هو جامع طاوي جامع طاوي أن إكرام دير لها شيمكروه أو له هو اللي قتلها أو ليش حاجة لك يقول لهم إكرام خرجت بمحض الإرادة ديالها كانت عدي حقيقة أنا مكان كورش ولكن يا راح ربات خرجت مزيين هنا كما قلنا هو دابا متابع بجريمة الصارقة وصارقاته أولا كنت نساق اللي تعرفوا عن هذا الوافي عن البوليس قالوا راح ما كان هو كان هو وكانوا واحد جوش شاباب وخرين ثلاثة هموا في المجموعة قالوا لي هم هم كينين ثلاثة عصابة هذا مزيين دابا خاصة نجيبوا أفراد العصابة الأخرين الجوش الأخرين جاءوا قلبوا عليهم لحتلقهم زيّروا لي هذا الوافي اللي حتعتها واحد سميته عبدالعزيز وواحد سميته مونير جاءوا ثلاثة هموا يتعرفوا عليهم العيالات قالوا هذا وهذا يكونوا معهد خون هذا الوافي دابا تكونات أفراد العصابة لنا وش الدوم كما قلنا شدوا معهم بزافة الصارقة إلا بخل خيالي أنا عبدالعزيز مونير قالوا ديرا كانت تعدوا أحد البنت تكون عنده في الدار اللي هي إكرام والكينة معرفنها شو مشيت يعني معاون البول يستبشي حاجة واش ناكرين شي حاجة والله أعلم المهم جمعوا ما ليناش هنا كانت شارف الحي بأنه هذا الوافي يرى القرية والوافي كان مرونة ما يقول الشيء تواحد ما يحمله لا عيالات لا رجال لا أولاد لا كل شيء ما ليتشد قالوا الحمد لله صافي السيد مشافيها كذا كذا هنا تعرفت بأنه يقلب على الخل خيال لأن الخل خيال سوء لي بزاف الناس اللي ساكن يحدد الوافي اللي يكون دير شي مراعة ولا شي حاجة أو لا ولا بسي واحدة متعرفات فيه هذا الخل خيال دارهم فراسهم بوليس خاصهم يعرفوا ديال من معلينة شنية واحدة اللي بنت تكون حد الدربة على الوافي وعرفت بلا قصة الخل خيال وبأنه تشد الوافي كانت خدامة في الحي صيناعي خدامة في ذلك الحي صيناعي خدامة مع واحدة الريعة هذا دريعة خدامة غير جابي الهضرة ومعين قتلوا دارهم لأن البوليس ديالنهار وروا الوافي واش عمروا قريساك أنا فصراحة كانت تكون حدامة عمروا قريساني قتلوا الله أخرى بسرح نترى مع مرواي قريسي كانت تراكي حداتهم رأي خاف انك تديك لعلي به ومزيان وقتلوا دارهم وروا البوليس وقالوا لي 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 فايتار الحديث هذه الدرية لماذا صاحبت تعود لبنت هذه تسكن فين قاءت تسكن في الدور غيزلان وهذا في مدينة وقالوا لي وقالوا لي و دوره ومطلعت للدوار. ما أطلاقها. ما أطلاقها من خط غيزين خطها قلت لها غيزين ومش لقيتها كده كده. جاء بهذه الدراء. قلت لها قتلها بقها غابرة وكده. ومؤمن الله يخل حق في ذلك. ليس جاء الله شي حاجة. ما أعرف كيف يجب ذو الهدراء على صريقة. والاختطاف والقتيل وكده كده. قلت لي ما بدراها. قلت لي بدراها. قلت لي أقلها لقاوح لدينا في مدينة هنا. و رعها و كانت تتحققنا و حلو لد و شفار سروا نيس لحبسها و رقوا عندها الخال و الخال زودين و رؤوا لي البوليس أنيس اكدير كيف عامل كيف عامل هذه خلط غيزلين قلت له وش الخال كده اعتطل اوصاف بحلاكات تشوفه فيه قالت له اه قلت له خلط خل رعها اللي كان علينا فانيها دي الغيزلين كان جابوليه عراجلها كيفاش خلخال دي الغيزلين اختك أختي غيزلان أشردها تماماً الوافي وخخالها كيف أشغال يوصل تماماها؟ قلت لا 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 محاشي لا هذا اللي صاوب الخلخال صاوبة واحد ما يمكنش فموين سالموا عدياته ومشات في حالاتها هذه أخي غيزلان مشات قاتل والديها والديها بدك الحقها تقلب على بنتهم غيزلان أي قشاير يشدوا فيها امشاوا عند ظهرك عاودوا لما الفيلم كامل عاودات الوحد البنت بنت الدوار نايبة أنها راح يطلع البوليس وره واحد خلخال هذا الخلخال املي عاوداته على حساب الأوصاف راح ديها لغتي غيزلان مثل نحن نتعاقل ومين سيمشيه؟ أول شيء ما سيمشيه ما سيمشيه بطل المدينة يسهول البوليس ورميه سيمشيه عدراج لهم يعني اللي كان سيكون الرجل هو كان السابق المتكتب ماذا ألقاوه؟ الرجل الزوج اللي كان سيكون غيزلان أو سيدي بارك في الخطوبة يخطب واحد البنت وعليه يتزوج بها مرين بنت عام غيزلان في دار عام غيزلان مرايحين ناس وجايبين طلبة وكذا ويقعد عليها ويقول لي راجلهم على سنة الله ورسوله مزيان يقول لي أجلت تبعدها كيف أشتع قاعدتك؟ لا تقلب عليها المرأة التي تزوج بها ومن المفترض أن تتكتب عليها جاي تزوج وشكون بنت عمها؟ كيف أشتع قاعدتك؟ كيف أشتع قاعدتك؟ هل هو؟ أم أجابه؟ أو أشتع قاعدتك؟ صافة؟ ليس يتوضرات أخطابها ومه يتقلب بأس المنزل ومه يتقلب بأس المنزل ليس يشوف تلك الجددية لبنت تلك النهار صافة، ليس كيف أشتع قاعدتك؟ كانت تزوج أشتع قاعدتك؟ لا تزوج أشتع قاعدتك جدا تتعام مريم وكيف أشتع شوك أشتع قاعدتك؟ ولكن أشتع قاعدتك ستعام بأس المنزل أنا أخبرتك أنت تشاري الغيزلان بأحد خلقاء أخبرتك أنت تشاريه لها كيف أعمل؟ وعندما يمتع رائع يجب لي من الروسي الذهبي الذي يصابه لي خساسة الغيزلان كانت عجبة الغيزلان المهم هو بغاية الخلخال في رجل أوصافي لا أعلن هنا ما داروا الدارك هزوا السيد هذا الراجل وحبطوه المدينة على الموليس قبلوا لي عافوكم لو ورئوا من الخلخال يشوفوا السيد ما بدوه؟ سأعرف عليه مباشرة هوا نيس ونفس الدج نفس كل شي الروسي تأكدوا من ذلك أنه رهوا نيس وطاحت وصبنا فيما نلقى نحن في الدارة على الغيزلان يعني رجلان كانت في الدارة على الوافي لا تقول لي أصيب الوافي الوافي كانت متعقالة لكسة للحيد قال لي دعبة ماندك فين كربا الرجلان تعسيدة رجلان عن رجل وشحال تقريبا راجعية لشهر بحل ماكاكوية غابر هالعطر قل لنا هنا اديت تغيزلين هندي وش ندرسيها؟ خلوق خيال ديالها راكين فدوش ديال الدار ديالك اتعرف في التيم القادية ديال اكرام ديال بغت تغيزلين ولو ان اكرام ما فلتش منها غير قل لنا اشنوا واقع بالضبط هنا يقال لهم شو نقول لكم قاك يدور في عيني طابي الحال ويقول لهم اعطوا لي على عبدالعزيز ومونير اصحابه وجيبوا لي مريم بنت عم غيزلين الى ما جاءتش هي ما غادش نعترف المهم اتعقله واجابوها بغتيها هدي احنا نجيبولك اتعقله واجابوها واجابوها عبدالعزيز مع مونير كانوا متعقلين انهم كانوا شفارة ايو دابا في الاعتراف هديل ونصردوه على شكل القصة اراك لي احد مريم هدي بنت عم غيزلين وما كانتش تحملها ايو كانت تقضى في العمر تقريبا ايو ما كانتش تحملها وما كانتش باغاها تزوج قبل منها اللي هذا كانتش تخرج لها الحضراء والكلام بانها مزيانات وتشمع الناس وتشمع الشباب وكذا كذا وهذه حضراء خاوية لأساس لها من الصحة من اللي جاهد بارك كذا اخطف فيها وبغي تزوج بها قال لا خاصة انا نزوج الولا خاصة اكبار يزوجني انا ماذا جاتيا غير الحسد والحقد هنا كان عنده مريم هدي وحد خواه عنده ستاررام أولا ستاررام تعطل البليا والإدمان والأعمر مع ناس مش سلهية ومشفارة ومالوكة قطعية وكذا المهم كان يعمر يعني يعمر مع الوافي وربعته هذا كان بالأزيز وهذا كمونير كانوا كبار منه ولكن يعمر معهم يتسخر لهم بحكم انه كان بعض قاسر يتسخرونها يتسخرونها يعطل البليا يجريسي معهم بعض المرات هو عن طريق أولهية مريم عن طريق أخوها تعرفت عن الوافي لأن الوافي كان يجي يعده مرة مرة لضوع يجي عنده يوصله يعني إما يوصله بطعوبيله وكانت تدو واحد الهوندا هذا الوافي صغير يوصله أولا كيريه مع تماما تعرفت عليه مريم ولكن هو يتعرف على مريم بحكم انها خط صديقه بتعطاب الصديقه هذا الأخ الصغير تسميه مروان باش من تلفوش هذا المروان كان يحترمها بصراحة لا أعلم كيشو شاش يشوفها مش تليه ولكن ورا شايف بنت عم غيزلين صافي شافت مع فاقل اليوم أنا هل البنت هاي بغيتها هل البنت هاي بغيتها هل البنت بغيتها بأي طريق أولو عياما يدور بها أولو ما كانش كتطيه شو جاه هنا هي في أطار أنها تشوفها الصمعة للغيزلين أشنو دارت جاء 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 بشتاور شي حاجة قدامي للغيزلين فيها مات ليسا وكادة كانت مصورة شاباب هنا 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 وراتهم ليه هنالك مبارك مقتلنش قيل صافي هادية مال مورا عقل غاست أنا ما قادش نحسب على ذلك شي صافي مش مشكلة مشتداش لا شوية ولا تتخرج لانشي أقاويل أنا عرفت يغيزلين اليوم ورش شاب مع واحد السيجي من مدينة وكادة كادة 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 وقال مبارك ما تزعزاش ما كاتيقش صراحة عيات ما تشوه في الصورة أدياله شافتوا ما تعقش وشافتوا انه ما ناويش للا وغيزوش باقي تزوج باقي شو درس تابقات مع الوافي عرفتوا عن طريق أخوها انه عزيزة عنها وسيصلي باقي طريقها تصلت به واحد منها قلت لي شوف الوافي انت بغيزلين قل لي اه باقي غيزلين اتجبني وكادة كادة وقيت باقي طريق قال لي أنا غدين نطعلك ولكن شنو غدير شنو غدير فجوه السمعة دياله سوف تطورها أو فيديوهات أو شيء خيبة وأنا سوف نوريها للمبارك الرجلة بشيء بعد منها لا صافي لا يخسر هو أصلا حباس وباقي غير البنت العاقلة والعاكتر كيف نديره؟ هذا النهار جاء هذا الوافي جاء الهوائنا له جاءه أخوها مروان صغير و جاءه سمره سماية الدرق فهي دخلت العرس العرس كانوا واقف وغيزين كينة يوجدون في الكوافورة والمسائل كينة في البيت كيف نديرت هي بنت عم مارين؟ سلت و طابت حالة لا يشك فيها و قلت لها غيزين و غيزين و قلت تبشي معي عافاك الدار واحد دقيقة 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 قلت لها و اليوم العرس والراج اللي جاء قلت لها لا و هنا يمشي دقيقة داتا جرات الميدة و داوها و داوها داتا يعني مريم داتا سوف تدخل فيها في الخارج المبنت عمها يعني عادية خارجات من دارهم و نشاط لدارهم و ليس دارتا عم غيزين دارتا عم غيزين كانت خاوية لأن كل شيء كان في العرس كينة غير مريم دخلت الماء دارت لاوحي منوم و شرباته لها أنا نوريك لأني نوريك لأني نحسيت غيبات الدرية من الغيبات جهة الوافي هزوها في الهوندا و درقوها و حبطوها مريم رجعة العرس بينما الوافي حبطوها الدار ديالو ثم من اللي حبطوها و كما هو مدمن و مبلي و اللي عشبك حال يديرو أبقى بلعب بالمنومات المخديرات الكوكاين شربوها صحة ضربوها مرة مرة و دارتا عم غيزين هنا يا صافي يعني تكرف السلاء ديالو بالصحة ولا تدريه مقلوبك شحن من النهار هو بارك لها بالمنومات و بالمخديرات و الشرب و شعجبك حال يوكلوا ليها و إذا قالت شي حاجة يضربها صافي تكرف السلاء ديالو بالصحة في الأثناء هذه مريم كتقلب بحالة 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 العائلتها غيزين و و راجلها و كذا 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 صافي اللي حتى فقدوا الأمان أنها غيزين غبرها الأطر ربما أخطفت شي واحدة و يبقى كالدور بذلك مبارك اللي حتى قناعته أنه يتزوج بها و فعلا أنه يتزوج بها و بعدين يتزوج بها هذا الشيء اللي كان بينما في الدار بتاع هذا الوافي ما كانت كانت إكرام أبوه جاء البنت هذا الوافي راكينا معها إكرام إكرام اللي كان يدريه في البنت هذه غيزين و يوكلها يعني المخديرات صحة و يديها المنويم يعني السيدة مخديرات حجرة و يبقى في هذا الحال يقول لي الله ما عليك تدريه بحل مخديرات حجرة و ما عليك تعديسي لها بعد طريقها لا أنت هيماشي أينها أنت حيوان كذا كذا يضرب الإكرام يسد عليها في البيت سيد عليها في البيت سيد عليها في البيت هنا يمغدى و كانوا يجعون يرمى أمنا يعرفناento عصير القوامة ونحن نتاك في العواج النار انا في النهاية في البيت حلاته وقعت البنت مغيبة، صعبة أمية ماتت كانت القوة للفصيلة قالتها بقاوة البنت اتغذائها يقضون البنت وقعتون بالأسف هذا عبد العزيز ومونير ووافي فهي يفشل طريب عين اثار ضرب و جرح على جسمها تقوموا بطف طف 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 منطيع الوافي و اجبتت واحد الموس و وضعنا طف 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 الوافي هو القتلها الاخرين غير شاركو غير في الضرب هذا يملك قتله بلاد جدا و اختار التالي الليل هزا في الهوندا و ادعال هذه البلاسة على مقربة من الدوار و ارمائها ارمائها في وضع المخيل و ارمائها في القلب و ارجعه هنا بقيت الى هذه الفتيات هذه الفتيات جيدة فترى الغيبات و ا주세요 و ارمائها ان اذا اصبح تريدها و ادعوها و ارمائها في البلاسة بعيدة ل بيادة في البلاسة في البنت الأولى ارمائها و ارجعها و ارجعها و اجدها ارمائها رمي اللي مشاهوا كيشوفوا هذيك البلاصة اللي قالوا عبدالعديد مامون يرمع الوافي انهم رمعوا فيها غيزلان وهي يميتها جتة مرمى لقاوتيش حاجة وما توصلوا هذيك الامن تا هذيك البلاصة الوجود تشي جتة في ذلك التاريخ في دينا جتة فينا ايه في مشات هو ما كيقولوا احنا مدفلنا مولو احنا غير تم ما يورجعنا في حالتنا سوغلوا الناس سوغلوا البوليس هذه المنطقة سوغلوا هنا سوغلوا هنا هوالو ما كيلي جتة هوالو ما يمثلش فيه مشات مغبرة الاطر رجع هنا البوليس مع جادرمي بان البنتره ما يمسش والله علم هنه شنوقر هنه بطابي الحال تقدموا العدالة كاملين الوافي و عبدالعزيز و مروان و مروان و مونير مروان كان صغير حكموا عليه بثل السنين من الحبس لانه كان مشارك بطريقة او باخرى بينما الوافي اللي قتل حكموا عليه بالاعدام و الجوج الاخرين المؤبد المؤبد و هذا كمريم المؤبد أراك لي يا سيدي هيدا غيزلين كيبش غاتبين الفراضي اللي رجع حلبولي صحيحة في واحد المنطقة بعيدة منطقة بعيدة بزاف و واحد من دوارتها غيزلين سعين مو الضعف و نقرأ و خدم مو الضعف في واحد البلدية عادي مو الضعف عادي و كانت ما يطاوي الحال و كان ريح بطهوها و ريح يتقدم الحال و كده كده و قلت بقلي و احد السيدة السيدة بحلا حمقى بحلا مسطيها بحلا طايرها بريخ و قيل البنجادي كتفكرني بشي و حلا شكون شكون مع مبهلة و الشعار و كده يعني ليسر و كل شي عارفتهم في المنطقة بأنها حمقى كاعدت قولها و كلها يشربوها ما علينا لنقل لمو الضعف البنجادي و هاق اللي كان عقلين فاني يرى بنت دوارتها غيزلين هي اللي هربت ديك النار أو لا تخطفاتها و الله و علم ارجع ارجع وصل الاخبار اللي هو ليديا و ليديا في النيت طهر و مشاو تم ألقاوها بنتهم غيزلين هي نيس البنت ما ماتش هذيك الساعة البنت غير هما كيسحابها ماتت بقوتك مخطرات و الدهرب و كادة و التداء والبنت ما بقى في هالحال صافي خرجوا لها العقل هولا صحتها الزوها قدوها هما معدوم الخبرة الأولى بنت لهم صيدة ما غيزة قالوا رماتت صافي الزوها الدواء تم هي تم فاقت فاقت و لا تضيعها ولكن سطعت شوية عقل لا مشاق صافي و لا تضيع تمتها واحد ما كعرفت تمعي صافي و يشربوا و يشربوا و كل ما يعطيها اللبس كادة و تلوحوا المهم ترونات فاقلها و جابوا العائلة ديالها تبقى إنسانة صافي و يمشيات فيها ولكن يمشيات فيها و يمشيات فيها و يمشيات فيها و يمشيات فيها و يستطعت للأسف الشديد هيا و هذا موقع يعني شوف هذا الحقد تعد بنت عمّ مريم فين نوصلها محلم لاش بنت عمّ أن تزوج قبل منها و أبغايت تزوج لها براجلة هايا ما تزوجت له و يمشيات غير الحبس و رونات القاعدة و صرفات أخواته و تلسنين دي الحبس يومان على تضيحة كاملة تزوجها قسمة و نصيب و كل حاجة تجي بوقتها المهمة ديالنهاية ديال الحلقة ديالي اليوم كنتم من أنها تنال الراديا ديالكم و لا تنسوش جام و كومنتاج القناة و الله يرحم لكم الوالدين على حسن إصغاء و المتابعة و دومتم و في القناة والسلام و عليكم و رحمة الله و بركته